السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم مرة تانية حكايتنا النهاردة بعنوان حكاية قطر الندى وفرحها الاسطوري كانت الاميرة قطر الندى بنت خمروي ابن احمد ابن طلون وكانت فتاة جميلة كانت مصر ايام احمد ابن طلون وابنه قمروي ولاية تابعة للدولة العباسية عندما حكم احمد ابن طلون مصر اعلن استقلال مصر عن الدولة العباسية وكان احمد ابن طلون رجل طموحا وتوسع في ضم عدد من البلاد الى مصر ضم الشام سوريا وفلسطين والاردن وكذلك ضم اجزاء من لابيا حدث بسبب ذلك توطر في العلاقة بين سلطان مصر احمد ابن طلون والخليفة العباسي الذي كان في بغداد بالعراق ولكي يرضي سلطان مصر الخليفة العباسية في بغداد اتفق معه على دفع جزية من خراج مصر السنوي على ان يقر الخليفة العباسي لسلطان الدولة الطولونية على ان تظل البلاد معه ورغم ذلك حدث توطر بين سلطان مصر والخليفة العباسية في بغداد دواسيس الخليفة العباسية حاولوا ان يقوموا بعمل انقلاب في مصر ولكن احمد ابن طلون كشفهم ووعد موت احمد ابن طلون حكم مصر السلطان خماروي وخماروي كما قلت لكم هو ابن احمد ابن طلون عندما حكم خماروي مصر بدأ يقلل من الجزية السنوية للخليفة العباسية في بغداد الخليفة العباسية في بغداد كان اسمه الموفق وكان له ابن اسمه المعتد بالله المعتد بالله لم يكن سعيد بما يفعله خماروي من تقليل الجزية السنوية الى الثلط حرض المعتد بالله ابوه الموفق للهجوم على مصر لمحاربتها رفض الخليفة العباسية الموفق اقتراح ابنه المعتد حتى مات الخليفة الموفق وبعد موته تولى الخلافة العباسية ابنه المعتد بالله كون المعتد جيشا لمحاربة خماروي حتى تعود مصر مرة ثانية الى الخلافة العباسية احسخ خماروي بالخطر فكون جيشا كبيرا وجعل قيادة الجيش تحت امرض خطيب بنته اسماء التي كانت تسمى بقطر الندى وعد خماروي قائد الجيش ان يزوجه ابنته قطر الندى اذا فاز الجيش المصري بقيادته على العباسيين هزم الجيش المصري جيش الخليفة المعتد بالله هزيمة صاحقة وقع جيش الخليفة العباسية المعتد بالله كله في الاسر وبعد الهزيمة امر خماروي بمعاملة الخليفة العباسية المعتد بالله معاملة حصنة ففكى اسره ووعده بانه سيف يضاعف حراج مصر السنوي اقرر خليفة العباسية حكم خماروي على البلاد على ان يحكم البلاد هو ابناءه لمدة سلسين عاما قادمة اراد خماروي ان يوصق الاتفاق الذي تم معه من قبل الخليفة العباسية استدعى خماروي قائد الجيش التابع له وابلغه انه لن يتزوج ابنته قطر الندى واراد ان يتطفق مع الخليفة العباسي المعتد بالله على زواج ابنته قطر الندى من ابن الخليفة العباسي كانت البنت الشابة قطر الندى تحب قائد الجيش التابع لابيها خماروي لكن ابوها اراد ان يزوجها من ابن الخليفة العباسي طمعا في حكم البلاد دون حدوث مؤامرات او حرب ولكي يسود السلام بينهما وفق الخليفة العباسي المعتد على فكرة الزواج على ان تتزوجه وهو يعني تتزوج قطر الندى الخليفة العباسي بنفسه مش ابنه وكان عمر قطر الندى في ذلك الوقت 12 عاما طار خمروي من الفرح ووافق على زواج ابنته قطر الندى من الخليفة العباسي المعتد وشعر بذلك انه يؤمن ملكه بهذا الزواج ولفرح خمروي بهذا الزواج قرر ان يعمل او يقوم بعمل فرح اسطوري لابنته قطر الندى كان الفرح اسطوري بمعنى الكلمة تم صرف مبالغ ضخمة لاقامة هذا الفرح كان جهاز قطر الندى مبالغ فيه بشكل لا يوصف كان من ضمن الجهاز مثلا دكة من الدهب عشان تحط عليها رجلها ومئة هون مصنوعين من الدهب والف مبخرة من الدهب وملابس وحلقان وسلاسل ذهبية لا حصر لها ده مش كده بس ده كمان فيه فسوس وحجار كريمة وامر خامروي جنوده ببناء قصور في الطريق من مصر الى بغداد حتى تستريح ابنته في كل قصر على الطريق الى ان تصل الى بغداد ادى ذلك كله الى افلاس مصر وافقارها وغنى المصريين على طريق من مصر الى بغداد للاميرة قطر الندى وقالوا لها الحن يا حن يا قطر الندى يا شباك حبيبي جلاب الهوى كانت تسود الفرحة والسعادة وعاشت مصر وشعبها في فرحة كبيرة بسبب فرح قطر الندى ولكن لم يكن هناك فرح بل كان هناك حزن وعدم رضا من الاميرة قطر الندى التي تزوجت غصب عنها الخليفة العباسية المعتد المعتد بالله هذا الرجل العجوز الذي كان في سن والدها تدهورت صحة قطر الندى وماتت حزنا في سن الـ 22 عاما وبذلك سقطت الدولة الطولونية سريعا بعد موت قطر الندى وبعد إفلاس الدولة الطولونية ده اللي أنا كنت عايز أحكيه النهاردة أتمنى أن يكوننا لإعجابكم بتنسيش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة شكرا لكم كان معكم محمد مصطفى إلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة السلام عليكم شكرا لكم